وهو فيه نقطة مهمة يجب أن ندركها جيدا ويجب أن يدركها السعودي جيدا تقريبا من خمس سنوات لا يوجد عندنا أي تنظيمات أو لا يجرأ أحد على أن يجند سعودي في تنظيم داخل السعودية والدليل على ذلك أن السلم الاجتماعي بدأ يتغير إلى الأفضل بشكل كبير جدا بسبب اختفاء التنظيمات السياسية حتى غير الإسلامية هذا أولا عمرية الكومون هو وين الإشكالية الإشكالية أنه الناس لا تقيس إلا على ما ترى وهذا طبعا أمر معذور ومقدر لكن هناك أشياء أخرى تحت الأرض أو أشياء لا ترى أو أشياء خلف الكواليس وش اللي شايفوا ما يشوفوا الناس تقريبا لا يشوفوا أنا فقط يشوفوا الخبراء في هذا الأمر الصحة عبارة عن تكتل صلب جدا ومظاهر التكتل الصلب هذا هو متركز في التربويين الذين يعملون على تربية الصحويين الصغار والمتوسطين في السن والأكبر هؤلاء لا زالوا موجودين وين؟ موجودين بيننا نراهم التربويين تقصد الموجودين في المؤسسات التعليمية وغيرها؟ لا التربويين على الأرض قد يكون تربوي طبيب مثلا أو مهندس وهو صغير في التنظيم توجه به لهذا الاتجاه هؤلاء هم اللي ينتجون المادة الصحوة الرئيسية اللي هي الشباب الصغير التجنيد يعني؟ ليس التجنيد وإنما يربون الكوادر بشكل عام الآن التجنيد من الصعوبة بمكان لأنه زي ما قلتنا أنه الجهود القرار السياسي الحكيم وأيضا الجهود الأمنية الفائقة أنهت هذه المعضلة واجتثت الصحوة تماما من على السطح لا يوجد صحوة اليوم على السطح لكن العامل التربوي أو الكادر التربوي لازم موجود لا تستطيع أن تقول أنه متطرف ولا تستطيع أن تقول أنه صحوي سروري أو إخواني ولا تستطيع أيضا أن تمسك عليه أي شيء لأنه بعيد تماما عن السياسة وهذا يعني خليني أنا أذكر نقطة من التاريخ مثلا في عام 1994 1994 قبيل إيقاف الرموز الصحوية كان هناك مؤتمر سمي بمؤتمر النصرة في بريدة وتجمع في مجموعة لا بأس بها من الشباب في تلك الفترة أنا كنت أذكر جيدا مجموعة من هؤلاء التربويين كانوا يقفون في مكان معين بعيد عن المكان التجمع بعيد عن قوات الأمن كانوا يمنعون الشباب لا يأتون إلى ذلك التجمع حماية للدعوة كما يقولون وكانوا إلى درجة أنه صار فيها خلافات كبيرة وفرض بعضهم أخذ مجموعة وسافر فيها خارج بريدة حتى لا يتجمعوا في ذلك المكان من أجل أن لا تذهب الدعوة لأنهم كانوا لا يرون ذلك الوقت طب خلاص فلان وفلان من هؤلاء أراد أنه يواجه الذي يواجه بنفسه لكن لا تضرب الدعوة في مقتل كما يعبرون طبعا في أدبيته وهؤلاء لا زالوا موجودين لا زالوا موجودين هل لهم دور خطير اليوم؟ طبعا لا شك هم الذين يحفظون مدة الصحوة الآن هم الذين يمسكون بنواة الصحوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر